اشتركوا في القناة لتهنئة المسيحيين العراقيين ومسيحي العالم بأعياد الميلاد وكذلك تهنئة العراقيين جميعا برأس السنة الجديدة متمنين دوام الصحة والازدهار لهم جميعا ولبلدنا العراق مر هذا العام بتحديات تعرفونها جميعا تبدأ بالجائحة جائحة كورونا وما فرضته على العالم أجمع من إجراءات ومن تحديات حقيقية شملت العالم وليس العراق فقط وكذلك التحدي الثاني التحدي الاقتصادي الذي مر به بلدنا في هذه الفترة كان عاما صعبا كذلك هناك تحديات أمنية واجهتها الحكومة بصبر وحكمة هذه الحكومة لا تتوخى التصعيد على الإطلاق ولا تظن أن الأطراف الأخرى خارجية وداخلية تتمنى أن يتصعيد في هذه الفترة العصيبة الصبر والحكمة هما عنوانا هذه الحكومة في إجراءاتها لمواجهة التحديات أمنية كانت أو غير أمنية الاجتماع اليوم مضى على نحو اعتيادي وناقش جملة من الأشياء أبرزها ما يتعلق بالموقف الوبائي السيد وزير الصحة أشار وبين إلى أنه تم إقرار اللقاح على نحو رسم والاجتماعات مستمرة مع منظمة الصحة العالمية وبيّن أيضا استكمال الإجراءات مع شركة فيزر لاستيراد اللقاح وأطلع مجلس الوزراء على ما وجده من نسب مشجع تدل على تحسن الخدمات الصحية أبرز هذه النسب هي زيادة نسبة الشفاء التي بلغت 90% مقارنة بالمعدل العالمي الذي هو 70% وكذلك نسبة الوفيات التي تدنت إلى 2% وزارة النقل كان لها نصيب من التصويت هذا اليوم في مجلس الوزراء وكان ضمن خطة الوزارة في تحديث الأسطول البحري العراقي مجلس الوزراء صوت على قيام وزارة النقل بالمضي في إجراءات إبرام عقد جديد مع شركة رصينة لبناء باخرتين من أجل تحديث الأسطول البحري المشروع الكبير الآخر هو مشروع مجاري الحلة الكبير هذا المشروع ستراتيجي ومهم صادق عليه مجلس الوزراء وهو مقترح من وزارة الإعمار والإسكان ويتضمن المضي في إجراءات تنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير بإدارة وإشراف فني وهندسي من وزارة الإعمار كما أسلفت هذا المشروع ستراتيجي وأساسي وهو مشروع خدمي بالدرجة الأساسي ووفر خدمة للمواطنين في وزارة النفط كانت هناك تعجيلات لبعض المشاريع تعجيلات أساسية تهموا الاقتصاد العراقي منها تعجيل إجراءات الاتفاق مع شركة شل لتوقيع مذكرة التفاهم النهائية لمشروع نبراس البترو كيميائيات في البصر التعجيل الثاني هو تعجيل إجراءات البدء بتنفيذ مشروع مصفات الناصرية التي طاقتها 100 ألف برميل يومياً وقد ذكرنا ذلك في مؤتمرات صحفية سادقة وأيضاً تعجيل إجراءات وعمليات تنفيذ مشروع الغاز السائل في المرحلة الأولى والثانية وهو قيد التنفيذ وذلك للدخول في حيز التنفيذ نهاية عام 2022 بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي وفي الربع الأول عام 2023 للوصول إلى طاقة 400 مليون قدم مكعب قياسي وصولاً للهدف الستراتيجي الكبير الذي يبلغ المليار قدم مكعب التعجيل الآخر هو تعجيل إجراءات إنجاز مشروع غاز الحلفاية بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي ليدخل حيز التشغيل خلال عام 2022 وأخيراً في وزارة النفط أيضاً دعم إجراءات بدء تنفيذ مشروع مصافي الجنوب في البصرة يدعى FCC وهو أحدث المصافي المعقدة في تاريخ البلاد والذي تم توقيعه قبل أسابيع لتنفيذه من شركة الغاز اليابانية هذا أبرز ما صوت عليه هذا اليوم في مجلس الوزراء وهناك بعض القرارات الأخرى التي تتخذت وستطلعون عليها في المكتب الإعلامي وما سيقدمه من تقرير مفصل أتيح الآن بعض الأسئلة فتفضلوا مساء الخير معالي الوزير محمد جليل من قناة الجزيرة معالي الوزير الأيام الماضية شهدت تبادل لزيارات وفود بين العراق وإيران هناك وفد عراق الآن متواجد في إيران كذلك سبق هذه الزيارة منذ ثمانية أيام وتسعة أيام تداولت الأنبابي أن سيد قاءاني قام بزيارة على رأس وفد أيضاً زار العراق أيضاً هل ملف التهدية أو التصعيد مع الجانب الأمريكي الإيراني الأمريكي هل كان حاضراً خلال مشاورات هذين الوفدين وهل هناك من مخرجات أخرى لهذه الزيارات؟ شكراً معالي المناقشات مع الوفود الإيرانية التي تناقش في بغداد هذا اليوم وفي الأيام الماضية أيضاً تركز على جانبين أحدهما جانب اقتصادي يتعلق بتفاهمات مسائل الغاز والكهرباء وهذه مسائل مستمرة لأننا لنا مصالح في قضايا الكهرباء والغاز مع الجانب الإيراني والمسائل الأخرى تخص الوضع الأمني وهناك طبعاً دعم ملحوظ وواضح في بسط الأمن والاستقرار من كل الطرفين يعني هناك تفاهمات وعلى مبدأ ثابت مبدأ ألا يزعزع أمن العراق واستقراره السلام عليكم معاً للوزير سجاد الموسى هو من العراقية الإخبارية مع الوزير من الواضح أن الموازنة بعد التعديل رفعت فيها النفقات التشغيلية على 164 تريليون دينار وهي الموازنة الأعلى على تاريخ العراق بعد موازنة 2019-130 ما الذي تم إضافته على هذه الموازنة لتصبح النفقات التشغيلية في هذا الحجم مع الأزمة المالية التي يمر بها العراق شكراً جزيلاً يعني تعلمون اليوم تم استلام الموازنة رسمياً في مجلس النواب تخضع هي لمناقشات كثيرة الأقيام الموجودة في الموازنة لا تخضع فقط لما يتطلبه عام 2021 من اقتصاد للعراق بل هي تخضع لخطة ستراتيجية طويلة الأمد وكبيرة بنيت على أساس الورق البيضاء الورق البيضاء مشروع إصلاحي كامل وشامل يتم تنفيذه على مراحل هو ليس مشروعاً يتعلق بالعام 2021 بل العام 2021 وموازنته هي بدء تطبيق الخطة الإصلاحية الاقتصادية في الورق البيضاء وستعقبه الأعوام الأخرى لذلك نحن لا نناقش تفصيلات في الإصلاح الاقتصادي تتعلق بهذه الموازنة فقط هذه الموازنة هي معمار كبير لإصلاح الاقتصاد العراقي وأول مراحل هي المرحلة هذه المرحلة الأولى العام 2021 إذا نجحنا فيها في بناء هذا المعمار كأننا نضع أساسات مهمة بالغة الأهمية لما سيعقب هذا العام من إصلاحات اقتصادية السلام عليكم دكتور محمود المشهداني من صحيفة أساه اليابانية دكتور ما هو الضامن لتطبيق الورق البيضاء ما بعد الانتخابات المبكرة وهل ستصلح هذه الورقة ما أفسده الدهر؟ شكرا جزيلا جميل استعمالك لهذا التعبير ما أفسده الدهر هذا الدهر يمتد من العام 2003 وقبل العام 2003 التبعات التي شرعنا بإصلاحها كثيرة وعديدة ومتشعبة ولا يمكن لعام واحد أن يدعي أي عاقل أن هناك حلولا جذرية لمشكلات الاقتصاد العراقي بناء على المقترح المقدم من وزارة المالية في الورق البيضاء أعيد وأكرر وأعاد وكرر السيد وزير المالية بما هو معروف عن معنى الورق البيضاء الورق البيضاء هي خطة هي خريطة طريق لإصلاح الاقتصاد العراقي خريطة الطريق هذه تبدأ بالأسس التي تزعم الحكومة الحالية أنها ستشرع بها وبعد هذه الأسس هناك بنيان كبير ينتظر من هذه الحكومة ومن الحكومات اللاحقة أن تستكمل هذا المسار فالأمر ليس مرهونا بهذه الحكومة في أن تصلح الاقتصاد العراقي استنادا للورق البيضاء في ستة أشهر قادمة بل هناك عمل مستدام يجب أن يكون مؤسسيا تأخذ به هذه الحكومة والحكومات اللاحقة شكرا جزيلا لكم